بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين، هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بحلول عيد مولاتنا فاطمة، عيد مولدها المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحظى دائماً وابداً بشفاعتها كرامتنا المهدوية من محافظة بغداد من فتاة كانت في الجامعة فتقول كان التركيز في الدراسة والتركيز في الامتحانات دائماً يخذلني كثير في الدراسة أو في الامتحان أجد بأني لا أستطيع أن أركز لا أستطيع أن أحفظ ما أراه بشكل جيد وربما تقولون بأني غير مثابرة أو أني لا أعطي الدروس وقتها أو أني منشغلة بأمور أخرى أفكر بأمور أخرى لا بالعكس تقول أنا فتاة بحمد الله عز وجل مثابرة جداً على دراستي ليس هناك ما يشغلني وأعطي الوقت الكافي للدراسة ولكن سبحان الله عندما أصل إلى الامتحان وأجد بأن أفقد التركيز مباشرة وبدلاً مثلاً من أخذ خمسين مثلاً من ستين الامتحان إذا كان بهذه الصورة أو مثلاً ثمنتعش من عشرين أتفاجأ بأن أخذ مثلاً عشرة من عشرين أو أخذ مثلاً ثلاثين من ستين أو خمسة وثلاثين من ستين وهناك الأخطاء يعني أخطاء تافهة أخطاء تدل على عدم التركيز ربما هناك سرعة في الإجابة ولكن أريد أن أتخلص فلا أستطيع كذلك في الدراسة يعني أدرس الدرس بشكل جيد وإذا بي لا أركز على بعض الأمور التافهة البسيطة وإذا بالأستاذ يأتي بها جميعاً فماذا أفعل أنا بهذه الصورة؟ عانيت كثيراً كلما دخلت امتحان وتوقعت بأني سوف يعني آتي بدرجة جيدة وممتازة أتفاجأ أن الأمر بالعكس حتى بدأت أقرأ بعض الأدعية ووقعت على دعاء صاحب الزمان سلام الله علي التوسل بصاحب الزمان سبعين مرة يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني بنية ماذا؟ بنية التركيز في الدراسة بنية التركيز في الأسئلة عدم سرحان الذهن وكذلك عدم الشرود الذهني أبداً وإنما أكون فطنة يقضى في الامتحان وفي الدراسة بدأت أقرأ هذا الذكر سبعين مرة في اليوم مرة بعد صلاة الفاجر أو في يوم من الأيام بعد صلاة العشاء المهم بأني أقرأه في اليوم سبعين مرة وسبحان الله بحمد الله عز وجل بدأت أركز في درسي بشكل جيد وفي الامتحان لا يعني لا يغيب عني شيء من الملاحظات البسيطة والتي لا يحتاج إليها أو لا تحتاج إلى تفكير كثير وأتي بالدرجات كما أتوقع هذا كله بفضل هذا الذكر وبدأت أخذ الدرجات المتميزة وأخذت امتياز في جامعتي بحمد الله عز وجل وتخرجت بهذه الصورة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر